ترغم فواتير الطاقة المرتفعة المجرى على إغلاق مكتبات ومسارح وأحواض سباحة وحتى ملاعب كرة قدم خلال فصل الشتاء يطال هذا الوضع غير المسبوق في البلد الواقع في أوروبا الوسطى والذي يشهد تضخما عاليا فيما أصابته أزمة الطاقة في الصميم خصوصا المناطق الداخلية ويتقبله المجريون بدون معارضة حتى الآن في البلد تيصيقش فير فارا على بعد ستينة مشارة عن بيداكست يحصلنا على الحسابة التضخم هو من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي والركود يلوح في الأفق فيما لا تزال البلاد تنتظر 14 مليار يورو من الأموال الأوروبية العالقة بسبب القلق حول الفساد واحترام دولة القانون وتستعد الماجر لشتاء قاسن ويتعرض رئيس الوزراء أوربان الذي يحب المفاخرة بأسعار الطاقة المنخفضة في بلاده للضغط وإذا كانت سكشفهيربار لديها مصانع على أراضيها ما يجعلها إحدى المدن الأكثر ثراء في المجر فإن هذا الوضع لا ينطبق على بلدات أخرى مهددة بالإفلاس